وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له ليتكامل مع عملية التنمية الشاملة في كافة القطاعات بالدولة من خلال اعتماد نهج لتطوير والتحديث يقوم على تعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة بما في ذلك الموقع الاستراتيجي لمصر جاء ذلك خلال اكتماع للرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران المدني ورئيس شركة الصيانة بمصر للطيران وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدنية كما اطلع الرئيس السيسي على الجهود الجارية لتطوير مطاري شرم الشيخ وساند كاترين استعدادا لاستقبال ديو في مصر المشاركين في القمة العالمية للمناخ في نوبمبر المقبل بشرم الشيخ واشار متحدث الرئاسة الى ان الاجتماع استعرض كذلك الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها لتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية فضلا عن تطوير وتحديث اصول الطائرات بشركة مصر للطيران وتطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية